اشتركوا في القناة هنا ايضا مشعارات ابناء القبائل في هذا المهرجان مهرجان سيدي ولي عهد دبي المنطلق على ارضية هذا الميدان باول ايامه في نسخته الرابعة لنا هنا المتابعة في هذا الشوط نتابع صدارة نتابع المقدمة هنا تاتي الشاهينية احمد بن سعيد بن مكتوب لينيبي بينما المركز الثاني عجائب حمد بن سيف بن سالم الشامسي تاتينا على المركز الثاني والمركز الثالث المركز الثالث والمنطلقة هناك تاتينا شياطين سعيد بن محمد بن سلطان لغفلي القادم شوق عتيق بن مطار بن حسن القبيسي على المركز الرابع المركز الخامس لغزيل هنا مبارك بن مسلم بن مساعد المنصوري من تنطلق على المركز الخامس والمركز الثالث بحجة اغدير بن مصبح بن مطي لاكتبي ومن الجانب الاخر المتسلل في هذه اللحظات يعينها على المراكز الاولى تاتينا هنا ضبع حمد بن صالح بن مقرن العامري من تاتينا بهذه الانطلاقة تاتع مراكزنا الوصول هنا من قبل الفقع احمد بن سعيد بن غانم بن ريو المنصوري منطلقة بتحدياتها وصل الشعار الانومي مع ارجوان صالح بن حمد بن شلويح العامري هذه هي النتيجة مشاهدين القرامي لمراكزنا الاولى المنطلقة هنا محبوبة ايضا محمد بن نقج بالراشد الحاشمي تنضم الى هذا الانطلاق وهذا التحدي الجميل نعود مشاهدين الكرام الى ضبع من غيرت على الصدارة ضبع حمد بن صالح بن مقرن العامري من انطلقت على الصدارة على المقدمة الشاهينية احمد بن سعيد بن مكتوم لنيبي على المركض الثاني المركض الثالث الغزيل مبارك بن مسلم بن مساعد المنصوري هو القادمة محبوبة احمد بن نقج بالراشد الحاشمي يقدم لنا محبوبة الفق احمد بن سعيد بن غانب بن ريو المصوري تاتينا خامسا المركض السادس شوق عتيق بن مطر بن حسن القبيسي هو الشعار الاولومبي القادم مع ارجوان صالح بن حمد بن شلويح الحامري المنطلقة بهذه الانطلاق وبهذا الادائفة من ان تاتينا البحجة غدير بن مصبح بن مطي لقتبي وتاسعا تاتينا هنا الجذابة سيب بن عبدالله بن مطر الخاصوني لقتبي وعاشر مراكزنا تاتي عجايب صقر بن حمد بن سعيد بن عويسي هذه هي النتيجة نعود مشاهدين الكرام الى الصدور الى ضبا حمد بن صالح بن مقرن العامري وارجوان ارجوان المنطلقة لصالح بن حمد بن شلويح العامري من تنطلق بهذا الاداء الجميل والتحدي من الجانب الاخر محبوبة احمد بن نقد بن راشد الهاشمي القدمة على المركز الثالث مع الكيلو مترا الاخير القدمة هنا بالصوم قادم ايضا هنا بهذه الانطلاقة او هنا جذابة نسيب بن عبدالله بن مطر الخاصوني والقدمة ايضا بهذا الانطلاق هنا وصايف بانطلاقة احمد بن محمد بن حمد لنيبي الله الله التحديات وشعار بالدبيل من الجانب الاخر القدمة بهذا الانطلاق ايضا بهذا الاداء الجميل ولكن الصدورة الصدورة والمقدمة والمركز الاول وصدورة هذا الشوط هنا ضبا حمد بن صالح بن مقرن العامري المطلقة على الصدورة على المقدمة وعلى المركز الاول وصدورة هذا الشوط وصايف في المركز الثاني هنا احمد بن حمد بن حمد لنيبي والقادمة القادمة الله محنى 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 من غيرت من الجانب الاخر محنى لسعيد بن عبدالله بن عبدالله الفلوسي سلام الخوانيد سلام 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 للخوانيد على هذا الاداء المميز الجميل وهذه الانطلاقة الجميلة هنا وانطلاقة محنى على الصدورة على المقدمة وعلى المركز الاول تهانينا لسعيد بن عبدالله بن عبيد بن تبينة الفلاسي على هذا الفوز المميز الجميل والأحمد الوصول لخط النهاية المركز الثاني اتتنا هنا العببور عبدالله بن عمد بن عبيد وخليك الساحرة المركز الثالث اتتنا جذبا للسيب بن عبدالله بن طلق حسون الكري المركز الرابع وصايف أحمد بن محمد بن حمد لنبي وعلى المركز الخامس مشاهدينا الكرام هناك ارجوان لصالح بن حمد بشلويح العامري ونعود الى محنى نعود الى محنى وانطلاقتها وتحدياتها الجميلة مشاهدينا ومتابعين الكرام هنا خمس دقائق سبعة وخمسين ثانية خمسا من الاجزاء من الثانية تهانينا وناموس هنا بهذا الانطلاق للسعيد بن عبدالله بن عبدالله تهانينا وناموس تهانينا كذلك ابو عبدالله على هذا الاداء الجميل بينما المركز الثاني وصلت مشاهدينا الكرام بانطلاقة وتحديات العبور عبدالله بن احمد بن عبد بقليفة الساحر لاجتبي هنا سجل التوقيز زمني وفاجأتنا بخمس دقائق هنا ايضا وستة وخمسين ثانية وجزء واحد من الثانية بهذا الانطلاق والتحدي الجميل بينما المركز الثالث تتنى مشاهدينا الكرام بانطلاقة وتحديات هناك جذاب بالسعيف بن عبدالله بن مطل بقليفة الحسواني لاجتبي بتوقيز بن سجل ثانية واحدة والوفاء والتمام والكمال تهانينا وناموس بسم الله الرحمن